السلام عليكم. تعالوا مع بعض نحل المسألة رقم عشرة من شيط اه خمسة. المسألة دي متعلقة بالاوبسيرفابليتي. وبيقول فيها check the observability of the following discrete time system. كالعادة طبعا بحب افكر حضراتكم ان انتم لازم تروح وتسمع المحاضرة عشان تعرفوا الكنسبت بتاع الاوبسيرفابليتي كويس. اه طبعا انا ما عندي هنا معادلتين بمسألة بتاعي المفروض ان دي هي عبارة عن الماتريكس دي والماتريكس دي عبارة عن الجاما والماتريكس دي عبارة عن السي. فعندنا محدد السوري عندنا مصفوفة اللي اسمها دلتا او اللي هي معناها اختصار اوبسيرفابل هي عبارة عن متريكس بنستطامها علشان نعرف من خلالها ازا كان السيستم اوبسيرفابول ولا. اول برامتر فيها واول صف فيها عبارة عن السي. تاني صفه عبارة عن السي فاي. تالت صفه عبارة عن سي فاي تربيع وهكزا واحنا ماشيين على حسب درجة السيستم. طب السيستم بتاعي ده هنا درجته كام بصة على الفاي. هتلاقيها اتنين في تلاتة يبقى ليني بتلاتة وهكزا احنا مشيين. ده معناه ان انا في المسألة بتاعتي دي بس محتاج احسب حاجتين. محتاج اكون معايا السي ومحتاج احسب السي فاي. طب السي معلومة. اهي السي بكام بواحد وصفر. السي فاي محتاجين ان احنا نحسبها بادينا. فنيجي نقول له كده السي مضربة في فاي بتساوي. السي بتاعتي من المسألة عبارة عن واحد وصفر. والفاي عبارة عن اتنين في اتنين اصلا. فهي عبارة عن واحد واحد هنا وسفر واتنين هنا. فالكلام ده هيساوي بس قبل ما نقول ان هو بيساوي لازم بس كده براحتنا نقول ان دي عبارة عن صف واحد في عمودين. ودي عبارة عن صفين في عمودين. شرط الضرب عندي في الماتريكس ان الاتنين دول يساوي بعض متحقق. النتج بتاعها هيكون واحد في اتنين. يعني صف واحد وعمودين. فهكتب دي كده وهكتب دي كده. ابتدي ادرب الصف الاول في العمود الاول. هيبقى اه واجمع واجمع كل النقطتين تضربهم في بعض. يعني اضرب واحد في واحد. وبعدين اضرب السفر في سفر. واجمع المحصلة بتاعته. فالمحصلة هتبقى هنا واحد. هنضرب بعد كده صف النفس الصف يعني في العمود التاني. هيديني برضو المحصلة بتاعته بواحد. فكده اقدر راجع اقول له كده ازا انا عندي الماتريكس بتاعتي اللي هي دلتا او اللي هي بتساوي. سي وتحت سي فاي. الكلام ده هيساوي. بس طبعا ايه المفروض الافضل ان احنا نعملها كده. تمام? عشان انا كده كاتب متريكس مش محدد. فهجا كتب كده السي بتاعتي بكام? بواحد وزيرو. السي فاي بتاعتي بكام? بواحد وواحد. طيب تعالي نحسب بقى المحدد بتاع المصرفة دي. نعمل كده علامة المحدد ونقول له الكلام ده هيساوي كامي. المفروض اضرب واحد في واحد هيديني واحد. ناقص حصل ضرب دول في دول هيديني سفر. يبقى المحدد بتاعي قمته بكام? قمته آآ بواحد. وبما انها كمان لا تساوي سفر بقى السيستم ده كمان. اوبسيرفابول. تمام? طيب كده خلصنا الجزء الاول من المسألة. وعرفنا طبعا طبعا ان لما يكون المحدد لا يساوي سفر بنقدر نقول ان المصرفة دي هات فول رانك. وفول رانك يعني هنا هتبقى الرانك بتاعها بيساوي كام? بيساوي اتنين. الحاجة بس اللي عايز اقول لحضراتكم عليها هنا عشان آآ الشيت بس موجود في جزء زيادة لو راحنا بصونا كده عشيت هنلاقي المسألة اللي هي رقم عشرة. بيقول لي فيها آآ آآ ادي السؤال اهو احنا انا جبت الحد هنا بس الجزء اللي بعده دكتور بقول لو اه اخد بقى حداد للايه الماتريكس من خلال المعطيات اللي قدامك دي. والدكتور قال لحضراتكم في المحاضرة ان الجزء ده تلغى وبالتالي فاحنا مش هنكمل حله. وانا اتأكدت من الدكتور كلمته وسألته وقال لي ان الجزء ده ملغي وبناءا وحضراتكم غير مطالبين بيه. وبكده خلصت المسألة رقم عشرة. بالنسبة بقى للمسألة رقم حداشر فبيقول لي فيها ومديني المعادلتين اللي بيمثاله بتاعي وبيقول لي ومديني قيم الماتريكس ال طبعا هو عاكس لك المسألة بس احنا في كل الحالات قلنا ان موضوع الالي ده ملغي من علينا او حساب الالي ملغ من علينا وبالتالي المسألة دي هتكون ملغية من عليكم. السؤال رقم اتناشر بقول لي فيه مديني ممثل في المعادلتين القدامي. اول حاجة بقول لي بتاعت السيستم. طبعا احنا حني لها تلات مسائل والرابعة اللي هي رقم عشرة لان نفس الشرط تقريبا اه يعني مع اختلاف المعادلة اللي انت مع اختلاف الماتريكس اللي انت بتحسب بيها منطبق على فهو بقول لي يشوف السيستم ده كنترولابل واو بسيرفابل ولأ هقول له والله هنا احسب مصففتين المصففة الاولى اللي هي دلتا سي اللي هي اختصار كنترولابل ولأ اعبارها عن جاما وفي جاما وفي جاما تربيع وفي تربيع جاما وهكذا احنا مشيين هتحسبها منها هتحدد ازا كان السيستم كنترولابل ولأ زي ما حالنا التلات مسائل اللي فاتوا بنفس الطريقة هنحسب برضو بتاعت ومنها برضو هنعرف ازا كان السيستم ده مفيش حد من حضراتكو يفتكر ان السيستم اللي يكون يبقى او العكس صحيح انت ده بتحسب وتشتغل بيها وده بتحسب وبتشتغل بيها بعد كده بقول لي في رقم به كذا وكذا ده خدناها برضو في المسائل اللي فاتت خدنا عليها امثلة فبالتالي مش محتاجين ان احنا برضو نعيد حساباتها تاني كل اللي انت بتعمله بيبقى هو مديك ده معنا ان انت يعتبر معك معلومة القيم هتقول له لمضة نائس نص مضروه في لمضة زائد اربعة من عشرة كده معك البلونوميا للأولى البلونوميا للتانية ان انت معك معادلة بتعاوض فيها اللي هي المعادلة دي بتاعت الفاي كلوس دلوب بتطلع لك بتطلع لك معادلة بلونوميا ولكنها مجهولة الكي بتسوي بتقارن المعادتين ببعض يبقى انت كده حسبت قيم الكي اللي تحقق لك الايجين فاليوز او البولز اللي معطى في المسألة اخر حاجة اللي هي سوريا رقم تلاتة بقول لي ديزاين كزا ده مش مقرر عليكم لاني ده حساب الال لما قول لي ديزاين ده معانا انه عايز يحسب المصفة ال وده مش مش على حضراتكم اخر حاجة الدروب تاعة البلوك دياجرام فآآ رسمة البلوك دياجرام الدكتور شرحها بالتفصيل في المحاضرة آآ احنا لما نجي نتكلم هنا على لازم تكون عارف راس شكل البلوك دياجرام بتاع عامل ازاي مقارنة بالسيستم من غير طبعا بما ان الدكتور شرح الحتة ديت بالتفصيل فانا معلش مش هضايع وقت تاني فيها احنا كل اللي احنا عايزين بس نعرفه ان احنا عندنا ايه عندنا آآ ده كده بتاعتي او بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين والمعادلة بتاعت السيستم اللي بتمثلة في برضو مكتوبة قدامي كل اللي احنا بنعمله ان احنا طبعا هنا عندي السي ودي ملحوظة مهمة برضو موضوع السي ده اعايز اقول لحضراتكم جات منين لو انتوا فاكرين السيستم بتاعي يكون بنمثله معادلتين حتى هتلاحز ان المعطيات دايما ان السيستم بتمثل معادلتين مضروبة في الاكس وجاما مضروبة في الامبوت تمام وبعدين عندي الواي اللي هو الاوتبوت بيساوي السي مضروبة في الاكس فهي جات من المعدة دي ان الاوتبوت عندي هو عبارة عن السي مضروف في الاكس تمام كده فعشين كده هو اجي ايه اسمها هنا تحت في البلوك دياجرام قال لك ان الاكس ديت هي اللي طالع من البروسس طيب الاكس ديت لو ضربتها في السي هتديني الواي ناحية التانية. وصلت الفكرة دي اديها ملحوظة مهمة. الحاجة التانية ان انت هتاخد الواي هتدخله على الكنترولر زي ما احنا شايفين كده. اللي هو بيمثل هنا بالنسبة لي بقى الاستيميتر. الاستيميتر عبارة عن اه نفس المعادلة بتاعة السيستيم. مضاف عليها حتة كده. اعتقد لو انتم خدتم هتكون الحتة دي تشرحت لكم. ان اي سيستيم يا جماعة بنحاول نحسب اه بنحاول نستيميته. لازم تعمل تعمل طرح ما بين وما بين وتحسب ده بيسميه يعني. بس طبعا ما تدمش بما بين تمام? ده ما بين اللي احنا عايزين نحسبها وما بين عند. فاحنا انت معاك ده هو المفروض معي. ناقص ده عبارة عن برضو. بس يعني فلما تترحم الاتنين مع بعض يدقي ما اسمها بعد كده المعادلات اللي احنا بنستخدامها زي مثلا حساب الماتريكس ال. احنا بنعمل حاجة تخلينا نمنميز الايرور ده. وصلت الفكرة. فدي بس تاخدوها ككونسبت ان انت لو عايز اه تعمل لأي حاجة في الدنيا. وعايز الاستيميشن ده هيكون اكوريت او مور اكوريت. فانت بتطرح الريال اللي موجود ناقص القيمة الاستيميته ده اللي انت حسبتها. وتحاول تاخد الايرور ده وتعمله على قد ما تقدر بوجود بقى مجهول وتخلي مجهول ده هو اللي يتحكم فيها ولا لأ بتختلف بقى من اه من اه يعني من فرع في العلم الفرع تاني. وهي نفس المعادلة تقريبا المستدامة في لو حضرتكو على فين الحتة دي. المهم ده شكل الاستيميشن طبعا الاستيميشن هو جايب لي خط هنا من اليو. جايب الخط ده من اليو ليه? لان انت لو بصت اصلا في معادة الاستيميشن انت عندك هي عبارة عن بتسوي في اكس كي. مضروء مجموعة على جاما في اليو كي. فالبلوك دياجرام ده لازم يكون داخله عشان قمته تتحط في المعادلة الموجودة عندي. تمام? تمام. اه وبعد كده بتخش على الكنترول الكنترول له وهكزا شرحنا البلوك دياجرام وبكده خلصنا مسألة رقم اه اتناشر وبكده يكون خلصنا الشيت رقم خمسة. ونشوفك على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله.